حبوس لمدة 14 أو 15 يوم ما بيتحركش إلا من فندو الإقامة لملعب التدريب بالمناسبة قدامك دي لقطات للعبين طبعا في فندو الإقامة قبل التحرك طبعا إلى المطار عشان العودة إلى القاهرة بإذن الله بعد نهاية وختام المشوار في كأس العام عندها شفنا قهربة العميد محمد مرجان الحمد لله على سلامتك الحمد لله نور البعثة بعد ما كانت في بداية وجوده مع الفريق تعرض طبعا للإصابة بفيروس كورونا وكان فيه جراءات احترازات لك الحمد لله كتواجد مع البعثة وحضر مباراة نصف النهائي وكان موجود في اللحظة الختمية علي لطفي مروانة محسن طبعا أكرم توفيق نجوم أدوا مباراة كبيرة جدا بصراحة ما فيش حد بخل بنقطة تعرق واحدة في هذه البطولة كل واحد قدر يطلع أقصى ما لديه عشان يسعد جمهور النادي الأهل لقطة استيبال الجماهير للفريق في المطار كانت هي حجر الزاوية مع اللاعبين في هذه البطولة قدت إحساس لللعبة أن فيه ناس في ظهركوا أن الجمهور معاكم أن الجمهور الأهل في كل مكان واقف معاكم أن الجمهور بيساندكم مش هترجعوا من أرض عن إنجاز 2006 وبالفعل إنجاز 2020 عن إنجاز 2006 إنجاز طيب جدا قدامنا كمان زي ما شايفين كابتن سائل عبدالحفيق قدامنا طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر في أول حدث مع الفريق وأول بطولة برونزية وده إن دل على شيء بيدل إن مبارح الناس لما شافت لقطة طاهر محمد طاهر وهو بيدمع وبيعيط وبتسو مسماني طبعا قدامنا هو على الشاشة لما استقبله وسلم عليه سزا جمال جابر مدير إدارة الإعلام أحمد رمضان بيكهم مصطفى شوبير موسي محلل الأداء محلل الأداء كمان أنا لسه عايز أتكلم عليهم عندي تفاصيل كتير قوي على فكرة بالنسبة لعمل الجهاز الفني زي مننا عمر صاروة طبعا أيضا كمان ناكيبي مخطط الأحمال واللي يقى البدنية في هذه البطولة أنت بتلعب مع ثلاث مدارس قروية مختلفة وفي كل مرة ليقطق البدنية في ظرف ثمانة أيام على أعلى مستوى بنتكلم كمان أستاذ سريق أنديل أستاذ محمود عدلي كابتن ماهر عبد العزيز المدير الإداري واللي كان آيم بدور مهم جدا يعني نفسه دور الحكم الرابع في المباريات بيرفع لوحة التغييرات ده جماعة عديل تم من خلال بورتوكول الآيفاب بسبب جائحة الكورونا عشان موضوع التلامس بالنسبة التعامل أجهزة الفنية مع الحكام الإداري اللي موجود على الدكة هو اللي بيقوم بعمليات التغييرات بالنسبة لكل فريق طبعا كمال مهندس خالد مرتجي طبعا المنصق العام لبعثة فريق النادي الأهلي الزميل عزيز إيهابي الخطيب عايز أقول لكم بصراحة الكل كان على قدم وصاق الأستاذ أشرف عمر نائب مدير التصويق في هذه البعثة والدور المهم جدا الأستاذ إبريبيل منيسي الكاتب الصحفي الكبير الكل عايز أقول لكم كان أين بموجود كبير جدا كلهم في تخصصه سواء في العمل الإعلامي سواء في العمل الإداري العمل الطبي الجهاز الفني على مستوى التنصيق الأستاذ خالد مرتجي طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمنصق العام للبعثة مع الاتحاد الدولي وكل هذه كتيبة العمل بتشتغل من خلال متابعة مهمة جدا من خلال رئاسة البعثة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في المنديال اللي كان حريص أن يكون موجود مع الفريق في فندق الإقامة رغم أن طبعا كان فيه مكان مخصص في فندق تاني لكل رئيساء البعثات والوفود الرسمية لكن كان حريص أن يكون مع الفريق لحظة بلحظة عشان هذه البطولة عشان هذا الإنجاز وقلتلكوا لو تفتكروا يوم صفر الفريق الكابتن محمود الخطيب يعني خلال ويوجوده مع الفريق في ختم المباراة الإفريقية في دور الأبطال الماضي كان ليه ضر رئيسي وكبير جدا مع اللاعبين لأن فيما معناه كانت بيقول لهم بنفس الكلمة وبنفس المعنى كلنا في مركب واحد كلنا راحين لهدف واحد أنت مش موجود لوحدك إحنا موجودين كلنا في ظهرك الإدارة بتدعمك والجمهور معاك وكلنا موجودين معاك عشان في النهاية تسعدنا كلنا واتحقق بطولة وده حصل شفنا في ماتش سانداونز شفنا في ماتش الهلال شفنا حتى في مباراة الوداد شفنا في النهائي كابتن محمود الخطيب كان مع البعثة ومع الفريق في المعسكر المغلق قبل مباراة النهائي مع الزمالك في كاس العالم للأندية ده هنا بتتكلم بقى عن القيادة الحكيمة إزاي تقدر تقود الفريق عشان تصل في النهاية لتحقيق الإنجازات والبطولات قدامكم تالت العالم أبطال إفريقيا من أمام الحفلة وفندو الإقامة وهم بيستعدوا للمغادرة طبعا المدالية البرونزية والتاريخ الكبير بعد 14 سنة شفنا طبعا النجوم اللي حاولوا المدالية البرونزية في 2006 كابتن علامي هوف في الجهاز الفني شهد محمد واقل رياض شيتوس طبعا نجوم كبيرة جدا عملت إنجازات في 2006 مش عايز يعني أنسى حد كابتن واي الجمعة يعني نسكت يعني عملوا إنجازات كابتن أبو تريكا عدد كبير جدا من اللعيبة عملوا إنجازات كبيرة جدا في 2006 وكان مدالية البرونزية بعد 14 سنة وانت بتطلع المدالية البرونزية دلوقتي شوف التاريخ دلوقتي بيذكرك إزاي بعد 14 سنة الجيل ده النهاردة وهو بحقية البرونزية عارف ان أجيل أخرى بعد 10 أو 20 سنة بإذن الله لما تيجي تلعب في بطولة كبيرة زي كاس عالم أندية أنا وانا بحق البطولة سنة 2020 أو بطولة 2020 طبعا في بداية 2021 أقدر أطلع المدالية عشان أقول أنا فست كاس عالم أندية الاتحاد الدولي بالأمس سلم كل لاعب في الفرقة وكل فرض في البئسة شهادة المشاركة في هذا الحدث الكبير وميدالية استثنائية في مشاركة كاس العالم الأندية الحافلة قدامكم وهذه اللقاطات الحصرية والتخطية الخاصة النهاردة على مدار اليوم من خلال شاشة قناة الأهلي هتكون معاكم لحظة بلحظة عشان كل الكواليس وكل اللقاطات الخاصة بالفريق منذ أن تحرك الفريق من فندق القامة حتى يصل إلى مطار القاهرة بعد لحظاتها قليلة بإذن الله طاهر محمد طاهر أحد لاعبي خط الوسط اللي ظهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وبيعتمد عليه المدير الفن الجنوب إفريقي بيتسو موسماني بشكل رائع جدا في المباريات دموعه في كاس العالم الأندية أكيد لها كواليس وأسرار وتفاصيل بدل بحكيها لا تعالي نسمحها صوت وصورة من طاهر محمد طاهر في لقاء أجراه الكابتن مسامة حسن